هنا أبو محمد من ليبيا في سؤالي يا شيخ عن هذه اللفظة التي تريد على لسانه علي الطلاق يقول بعد حال فأحيانا هو تحجج يا شيخ بحجة أحيان يكون في حالة غضب أحيانا يتذكر بأنه لم يفعل أحيانا لكن تكرار هذه اللفظة دائما على لسانه يا شيخ والله يا خيانا على كل حال هو وغيره كثر يا شيخ أحذر هؤلاء الذين يجعلوا الطلاق على ألسنتهم في كل ما يريدون في الحث والمن إذا أراد أن يحث نفسه أو غيره على شيء قال علي الطلاق أفعل أو لا أفعل لا أفعلا وفي المنع علي الطلاق لا تفعل أو لا أفعلا وكذلك في التصديق والتكذيب بعضهم يستعمل الطلاق ويقول علي الطلاق حصل كذا علي الطلاق ما حصل كذا وما أشبه ذلك من الحمقات التي يفعلها بعض الناس التي يستهنون فيها بهذا العقد النكاح عقد شريف عالي عظمه الله تعالى وجعله في منزلة عليا وميثاقا غليظة ورفع من شأنه وحق هذا الميثاق الغليظ والكلمة التي وبيحت بها الفروض كلمة الله تعالى أن تصان أن تهدر وأن تمتهم بهذه الطريقة وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أوقع الطلاق على غير وجهه حتى عارف ذلك أصحابه في وجهه ومن قوله حيث قال لا يلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم فقال أحد الصحابة فلا أقتله يا رسول الله وهذا يدل على أن اللعب بالطلاق والتهون فيه ووضعه فيه غير موضعه مما يغضب الله تعالى ويغضب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا أقول يا أخي ينبغي أن تصهون نفسك عن أن تتكلم بالطلاق إلا حيث أردت أن يقع الطلاق أما أن تتكلم به في زجر أو في حث أو في تصديق أو في تكذيب أو في ممازحة كل هذا من اللهو الذي ينبغي أن يحذر وأن يجتنب جمهور العلماء مذهب الأعمى الأربعة على أنه إذا قال علي الطلاق في شيء وخالف ما قال فيه علي الطلاق فهو طلاق واقع هذا مذهب الأعمى الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وعلى هذا ينبغي الحذر ونسى ليست في سيرة ذهب طائفا من أهل العلم إلى أنه إذا كان هذا في مقام التصديق أو التكذيب والحث والمنع يعني لا يقصد به الطلاق إنما قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب فإنه لا يقع وهذا القول قال به بعض أهل العلم ويفتأ به في بعض الجهات فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع على عمر أسلام اللهم آمين